في مشكلة المدرب العام او ناتذ زمالك بيعيش في مشكلة المدرب العام حتى الان كابتن اسامة نبيه كابتن حسين لبيب يعني بيثني عليه ويعني الراجل اللي عايز كابتن اسامة نبيه قام بدور كبير جدا في السنة الماضية مع الفريق وحصول الزمالك على طولة الدوري وبالتالي الراجل عايزه يكمل حتى بعد موخف كابتن اسامة واستقالته لكن الراجل عايزه يكمل لكن على الجانب الاخر كابتن فاروق جعفر وكابتن حسين السيد رفضين الوضع ده تماما وشايفين ان اسامة يعني كابتن اسامة يعني الموقف بتاعه ما كانش صحيح ما كانش سليم انه ياخد هذا الموقف وبالتالي انهم عايزين شخص جديد هو مدرب جديد واسم جديد من اولاد نات زمانك والاخرب كابتن عصام مري هو في الصورة ممكن وحنا بنتكلم على نات زمانك وتفكيره فيه اللعبين اللي ممكن ييجوا لو الامور مشت مع نات زمانك فيه انه يستسني او يقدم طلب تاني من الاتحاد الدولي اعتقد نات زمانك هيعملها انه ممكن يقدم طلب تاني فيه ان يبقى فيه رأفة بالنسبة لنادي زمانك لان وضع من الاوضاع عنده العيبة الناشئين حتى الان ما تأيدتش عنده العيبة او صفقات راحة اعارة وبالتالي نات زمانك بيحاول مرة اخرى مع الاتحاد الدولي وانهم يقدموا التماس عشان رفع القيد او وقف رفع وقف القيد عنهم في الفترة القادمة عايز اقول لكم ان فيه مشكلة في نات زمانك حتى الان كارترون او جزء من المشكلة كده احكيها لكم كارترون فيه لعيب او حارس مرمى متواجد اسمه محمد جميل نجيب حمد جميل نجيب ده حارس مرمى موليد 2001 وكارترون معجب جدا بيه وكان عايز يأيده في القائمة بتاعة نادي الزمانك ولكن ما تقيتش يعني ما تقيتش وده يمكن مسبب او سبب مشكلة داخل نات زمانك لان كارترون كان مصمم جدا على هذا اللاعب انه يبقى موجود في القائمة الخاصة في نادي الزمانك واللاعب يعني ممكن كان فيه اندية في مصر بتحاول انها تجيبه لكن اللعب زمالكاوي قوي يعني اللعب زمالكاوي قوي وبالتالي بيفكر فيه الرحيل الى خارج مصر عشان يقدر يلعبها حارس مرمى كويس حارس مرمى مميز وده الوضح من خلال طبعا لما سألنا على هذا اللاعب فبالتالي الزمالك بيضع بعض اللاعبين يعني في الرادار لو في حالة طبعا رفع المشكلة او رفع القيد عن نات زمالك واقف القيد عن نات زمالك منهم مؤيد اللافي في حالة رحيل اشرف بن شرقي مؤيد طبعا نجم المنتخب الليبي ولعب مميز جدا ونجم الوداد المغربي وبالتالي الزمالك يعني حطوا في الصورة لو اشرف بن شرقي مش هنشوف طبعا الامور الخاصة ما زالت بمشكلة القيد بالنسبة للنادي الزمالك اقدر الزمالك بيحسم تجديد عقد ابو جبل بعد رجوعه من مباراة تسكر الكين اهل جده احنا قلنا قبل كده نادي الزمالك هيستفيد من خروج حمد النقاز الى اهل جده اه هيستفيد وده اكيد كان اتفاق موجود اللعب اخد 350 الف دولار وبالتالي هو مش هيرجحه نادي الزمالك هياخد من نادي اهل جده 600 الف دولار وبالتالي نادي الزمالك استفاد 250 الف دولار من رحيل حمد النقاز الى السعودية او لأهل جده وبالتالي طبعا ده اعتقد يعني مكسب لنادي الزمالك انه هو يحصل على هذا المبلغ من نادي اهل جده في صفقة انتقال حر لحمد النقاز طيب اه عبد الشافي موجود في مباراة تسكراكيني وجاهز تماما للعب بالنسبة لهذه المباراة